اشتركوا في القناة وأكدت أن هذه المناسبة الوطنية تحمل العديد من الدلالات بشأن المكانة والاهتمام الذي يحظى به شباب المملكة من رعاية جلالة الملك المعظم وإيمانه بأهمية الشباب وطاقاتهم المبدعة وتأثيرهم في استدامة مسيرة النماء الشامل باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية وأضفت أن الاحتفالة بيوم الشباب البحريني يعكز مدى اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقطاع الشباب وفي ظل اهتمام ومبادرات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ناب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وقالت وزيرة شؤون الشباب إن يوم الشباب البحريني يمثل فرصة للتأكيد على جهود الشباب والشابات ودورهم الحيوي في مسيرة التنمية سائلة المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويسبغ عليه موفور الصحة والسعادة وطول العمر ترجمة نانسي قنقر